في سياق منفصل أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حافظه الله ورعاه مرسوما اتحاديا بتعين سعادة غان مبارك راشد الهاجري مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة ولدى سعادة الهاجري خبرة عملية تفوق ثلاثين سنة حيث شغل عددا من المناصب في مجالات مختلفة منها منصب مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين ومناصب أخرى في القطاع المصرفي كما شارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة ويحمل سعادته درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال وبكالوريوس الدراسات الدولية